كابتن إسماعيل أروح لك لأول مرة في تاريخ نادي زمالك يكون عندنا أربع لعيبة من شمال أفريقيا ولأول مرة النهاردة حتى كمان حاجة أتضحك النهاردة تدى الناس على السوشيال ميديا يقولك الزمالك خسر الماتش عشان لعب الأربع الأجانب أنت قريتها دي أربع الأجانب وطبعا ده حاجة يعني كل الأندي لعبت الأربع الأجانب بما فيه من نادي الأهلي قبل كده يعني لكن اللي أنا عايز أقوله النهاردة عندك لعيبة ومؤسرة يا كابتن يعني أنت نهاردة عندك حمد النجاز لعيب مهم فرجاني ساسي لعيب مهم جدا عندك نهاردة كمان خالد بو الطيبة لعيب مهم جدا حميد أحداد ابتدى ياخده ابتدى الناس تنتظر نزوله هو برضو خالد في بداية الموسم ما جينا عادنا إدارة الكورة وأمير الشهر المرتضى إحنا قلنا إن إحنا عايزين لعيبة بشخصياتنا للزمال اللعيب المحترف اللي ييجي يبقى لعيب دولي صح يعني أنت دورت الأول على شخصية تمشي تحت الضغوطات وتحت الحاجات اللي بتحصل أثناء الموسم متمرسة على هذا فانتقاءنا تفكير سليم مليون في المية أولا حمد النجاز طبعا لعيب دولي ولعيب كبير في المنتخب تونس فرجاني ساسي بطيب وأحداد الأربع الحقيقة هم شخصية محترمة جدا خارج الملعب يعني هم جميع لعيبة كبار وليه هم سيفيك بيه لكن هم قيادية ودي اللي فرق واللي هيفرق مع نادي الزمالك برضو خلي بالك نادي الزمالك في الفترات السابقة كان ينقصه الكابتن أو القائد داخل الملعب بقى عندك كتير بقى عندك كتير بقى عندك طارق عندك جنش بيقوم بدور السنة دي صحيح يعني ايه سنة النطج بالنسبة لجنش مش في حراس المرمى بس لا يعني أنا ممكن أنا قريب منهم يا خالد وعارف إن الولاد لأ في حازم قاين بدوره لو أنا ما مبلعبش كتير إنما قاين بدوره ككابتن بس والله السنة دي بالنسبة لسنين قبل كده كان راح إعارة للاتحاد وكان ممكن ما يرجعش الزمالك تاني لأ ابتدى يعود لمستوى وعنده إنكار ذات ودي النقطة يعني فيه سبعة تمانية عدوش مشكلة يعود سبعة تمانية لعبه دولي وتقال هم دول اللي ايه صنعوا الفارق مع فرقة نادي الزمالك في طرفها طبعا أنا بشتهم جدا ولسه فيه يعني خالد بو طيب اللعبة مميزة جدا ومع المباريات ومع تحسين في الهاجمات بتاعته هيبقى ليه شأن تاني بقول لك يا كابتال والله أنا لاحصت حاجة غريبة يا باسم ده حكته لزيزة قوي في الملع خالد بو طيب يعني تحس إن انت كده معندوش تنشنة وتحس إن هو دايما مبتسم كده يعني عنده خالد اللعيب الكبير واللعيب الكويس يخش جوه الفرقة الاربعة دول الاربعة كل اللعيبة بيحبوهم بالإداريين بالجهاز بيما فيهم مجلس الإدارة فكانت تحس إن هو مولود في النادي زمالك بالضبط يعني وبيتكلم مع حمدي ويتكلم مع حازم وحمدي نجاز يتكلم مع حازم هو الفرق برضو خلي بالك الفترة دي إن العلاقة بين الولاد كويسة جدا وكابتن اتنين من تونس واتنين من مغرب مفسوطين في مصر جدا جدا كلهم يعني حاس كده نوم خلاص الاربعة معهم مرتاتهم وولادهم وموالوع بنت حمدي حلق حمد الله ومفيش مشكلة الحمد لله رب العلم كابتن أحمد انطباعك عن فرجاني ساسي ولعيبة شمال أفريق قبل كده لعب معنا قاسي سعيد قاسي سعيد من الجزائر لعب معنا لا أنا فشايف إن فرجاني ساسي يمكن من العناصر المهمة جدا في نص الملعب مش إنه هو كمان كلعيب بلاي ميكر وبس لا ممكن زي ما كابتن اسماعيل قال إنه قائد في الملعب دي ممكن كانت فعلا كانت من العناصر اللاية كانت النادي زي ماك كان مفتقدها إنه يبقى في أكتر من قائد في داخل الملعب إنه يقدر يوجه وبعدين الخبرات الدولية كبيرة جدا إن استقطاب لعيبة من تونس والمغرب بممكنات بتلعب دولية دي رؤية مهمة جدا 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 في إقدارة النادي حتى في المدير الفني يقدر يستفاد منهم لما أربع بيلعبوا في منتخب مصر منهم اثنين من تونس واثنين من مغرب أعتقد إن ده شيء مهمة قوي في الرجال الساسي من اللعب اللي أنا شايفها إنه ما بتملش اللحية الدفاعية كتير قوي لكن اللعب عنده ابتكارات كتير جدا وعنده ابداعات كتير جدا في عالم كرد القادم خالد ابو طيب يمكن فعلا زيما كبير ستعنده روح يا كبير آه طبعا وبيضع برضو ساعات بقى بيضغط عنده مميزات بقى بيضغط لكن أنا بكلم إنه يمكن حتى خالد ابو طيب من فرده كويس بس هو فعلا محتاج شغل كتير قوي ومحتاج النوع يلعب كتير اللعب الكتير ده لإن اللي يخطي المباريات مختلفة تماما على اللي قلب الذنايا اللي هو ممكن يبأخدها أثناء أو قبل الدوري حمدي مفتاح لعب بفظيعة كتير حمدي نجاز لا أهايي مفتاح لعب قد يكون عنده بعض القصور الدفاعي وده يعني في بعض الأحيان لكن هو مفتاح لعب والزمالك من الفرق اللي طول الوقت تعتمد على النواحي الهجومية يعني هو بخلاف حمدي كمان أنا يمكن من اللعبة اللي باحترامها جدا وعملة جيم يعني السندي عاملة الشغل كبير قوي عبدالله جمعة من أحد العوامل الرئيسية في أن يخلي نادي الزمالك فيه اتزان ما بين الناحية الدفاعية ومن ناحية الهجومية عنده قدرة كويسة جدا مهاري ولعيب سريع وعنده كمان دلوقتي يمكن يكتسب حتة مهمة قوي الناحية الدفاعية دي ما كانتش موجودة عنده لكن وجدها وأعتقد أنه فعلا جديري أنه يلبس تشيرت منتخب مصر